قال جل وعلا الآن النتيجة الجزاء ترغيب وترهيب قال فأثابهم الله بما قال أي أعطاهم بما قالوا من هذا الكلام الطيب جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أثابهم أعطاهم والثواب يكون خيرا ويكون شرا ممكن يكون الثواب خيرا ويكون الثواب شرا وهو الجزاء فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها أي من تحت القصور والأشجار لا من تحت المباني تحت الأرض ما استفادوا شيء ما يرونها أنهار يرونها أنهار يتمتعون فيها أنهار يشربون منها كما قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة هذه الأنهار يتلذذون بها برؤيتها باستطعامها الله يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي لا تزول عنهم هذه النعم ولا يملون منها بل يستمروا تمتعهم بهذه النعم ثم قال وذلك أي الثواب هو جزاء المحسنين الذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا فأعطاهم الله تبارك وتعالى هذا الثواب